حويط محمد نائب برلماني عن دائرة وزان ورأي الجماعة الزومي احنا هذا الحضور دينا هنا في هالطريق المؤدية الى هالدواور ديال العزيب المعين كبير المولداء الرملاء القلعاء السكرة هو جط بناء على واحد الاجتماع اللي داز نهار الثلاث الماضي واللي كان الموضوع دياله هو تدبير النقل المدرسي داخل تراب الجماعة ديال الزومي واللي ترأسه السيد للقائد المحترم مشكور بهذه المناسبة كما اتقدم بالشكر الجزيل للسيد عامل صاحب جلال على اقليم وزان والسيد الكاتب العام بالعملاء والسلطات المحلية للمجهودات اللي كانت بدلة لحل كل مشاكل المتعلقة سواء بالنقل المدرسي او بقطاعات اخرى داخل الاقليم عامة وداخل جماعة الزومي على وجه الخنصص وبهذه المناسبة كانت تقدمون شكر الوزارة الفلاحة في شخص السيد الوزير والسحمد البواري وكل اطر العاملة على مستوى الوزارة وكذلك المدير الجهة والمحترام وكل اطر العاملة على مستوى الجهة وكذلك المدير الاقليمي والاطر العاملة على مستوى الاقليم لصراحة هذا الوزارة اللي كانت تعطيه واحدة اهمية خاصة للعالم القاروي وفكت العزل على العالم القاروي في واحد العداد مناطق عارة تراب المغرب ونحن بالنسبة لنا كاقليم والزانة عدنا النصيب من هذه العناية سيد الوزير وتوجيهات من صاحب الجلالة ناصره الله وأياده الطريق هذه هي دي جكا تخدمت ولكن يتسمى مع العوامل المناخ والشتادة الاريس والمعروفة فيها في المنطقة يتسمى اندارث بعض الاجريف اللي يقول لواحد الخنادق صغيرة في وسط الطريق ولهذا كان لابد أن نوفروا هذه الوزارة لكي يمكن تسر وتسهل المورور الحفيلة النقل المدرسي إلى الدواوير المعنية نحن بالنسبة لنا الطريقية واحدة من واحد عدد الطرق اللي مبرم جامعة وزارة فلاحة والتي تهيئة سيتم إن شاء الله يربي الإعلان عن الصفقة دياله في مقارب باش تهيئة تكون قدرون من الطريق ديال العين قطار من الطريق ديال هدي سجي محيجار للنظامين حلاوة اللي غادي على هذا اسميثو الطريق ديال والذي عقوب لا طريق الفوقية ولا الطريق اللي دخلان وادريش هناك أيضا بعض المقاطع اللي في سفاله لا في الدور العين ميل ولا في الدور ديال العين دردار ولا في الدور ديال الهامرية من الجهة من فوق كان واحد عدد صراحة واحد عدد ديال المقاطع أنا اللي كان قول من الساكنين ديال الجامعة الزومي هو ما غاد بقى التحدثي طريق ما غاد صايبش كل الطرق غاد يتعرف إصلاح وغاد يتعرف سواء بالقدرون سواء ولكن الأغلبين إن شاء الله غاد يكونوا بالقدرون وواللي مندرعوا عن القدرون غايكون عشرة لأول على أساس غايكو الشهطر تاني إن شاء الله بالقدرون احنا رحنا كنشتغلو وكنديرو اللي علينا والكامل على الله والله وليو التوفيق